ولن سيد الكاظمي لم ندعى إلى هذا الاتفاق ولم نكن جزء منه لكن شفنا هناك بعض النقاط التي أثارت اهتمامنا بالاتفاق تنفعنا وكنا من قبل وصلنا للحكومة العراقية وحكومة الكاظمي تحديدا وهي مثلا أخراج جميع القوات من داخل المدينة مثلا تطويع أهالي المدينة من أهالي سنجار كلهم عربا وكردا ويزيدية كلهم يتم تطويعهم محاسبة القتلة كل الأشياء التي كنا نوصي بها لا أدري رأي الآخرين بس أنا رأيي هناك أنا أنظر للنقاط الإيجابية هذا اللي أنا أشوفه إيجابية والحكومة المركزية تعهدت أنه يكون الأمن بيد الشرطة والأمن الوطني والمخابرات هذا الشيء جميل يعني اليوم اللي يقتل ما أحد يعرف قبل ثلاثة يام قتل واحد من جماعتي وولد شاب في سيارته سيارة إجراء ينقل إلى سنجار قتل تقول من يقتلوا الكل يقولك ما أدري ليش لأن عشرين قوة في سنجار كل قوة تدعي أنها لا علم لها بهذا الموضوع هذا ما يخدمنا يخدمنا أنه هناك جهة وحدة هذا الوقت هذه الجهة من تكون راح نحمل المسؤولية على حفظ أمن الناس بغض النظر عن من تكون هذه الجهة ريد أحد يتكفى مثل صلاح الدين البارح العمل اللي صاره بصلاح الدين الكل أنكر يقولك مو أنا طيب من قتل الناس لو أكو قوة وحدة مسؤولة في هذه المنطقة في صلاح الدين لما جرى ما جرى يعني تعدد القرار الأمني هو السبب الرئيس صحيح جدا طيب هذا الاتفاق يعني هذا شيء إيجابي هذا إيجابي وتطويع أهالي المناطق بس كلهم مو نقتصر على جزء منهم لا أن يكون العربي مع ليزيدي مع الكردي الكل سواسية صحيح جدا